موسيقى غرناطة إفريقيا مدينة تلمسان الجزائرية مدينة عصرت ووقفت على تاريخ ثقافي ومعماري عريق فهي حاضنة للفن المعماري الإسلامي على وجه الخصوص وتعد مركز الفن والتاريخ والثقافة في الجزائر موسيقى ومن المعالم الأثرية التي تقف إلى اليوم شاهدة على عراقة تلمسان قلعة المشور التي تتوسط المدينة وبحسب ما تذهب إليه العديد من المراجع التاريخية فإن الأمير عبدالقادر الجزائري أقام بهذا القصر مدة أربع سنوات كاملة ويلاحظ الزائر للقصر أنه يتكون من جناحين خصصة لإقامة الملك أحدهما مهيأ لفصل الصيف وهو مبني بالطين بشكل يجعله بارداً ومنعشاً على مدار الفصل وجناح آخر يقيم فيه الملك في فصل الشتاء وهو مبني بالحجارة التي تجعل الجناح دافئاً على مدار فصل الشتاء وهي هندسة معمارية فريدة من نوعها كانت ترتكز على حسابات شرق الشمس وغروبها موسيقى كما تتميز تلمسان بطبيعتها الفاتنة ويعتبر شلال لوريت أهم مظاهر طبيعتها الخلابة حيث جيد فوق هذا الشلال جسر من الصلب للسكك الحديدية من قبل الفرنسي المشهور جوستيف إيفل صانع بورج إيفل وذلك في القرن التاسع عشر وسمي بلقبه إيفل وفيكه في عين فيزة قصة تروى وغموض ساحر فبين قاعتي السيوف والمجاهدين التي تخلدان مآثر الذاكرة الجزائرية العريقة وتاريخها النضالي تنتصب ثالثة الروائع في هذه المغارة الواسعة الأرجاء هي جدار أبيض ملون كالرخام يمكن للمرء أن ينقر عليه بعمود خشبي فتنبعث منه نوتات موسيقية مضاهية للرتم الإفريقي الذائع السيط في القارة السمراء